شاهدين بالأمس كان في أحد الصحف نشرت أحد الصحف الجزائرية خبر تحذير واشنطن رعاياها من السفر إلى الجزائر بحجة أن هناك تهديدات إرهابية اليوم أيضا نشرت النهار خبر أيضا أن إيطاليا تحذر أيضا رعاياها من السفر للجزائر بحجة أيضا وجود تهديدات إرهابية في حلقة اليوم أردنا أن نتساءل دورة دبلوماسية الجزائرية وصورة الجزائر لماذا هذه الصورة هل هي صورة نمطية ألفتها هذه الدول أم أن أمريكا تعلم ونحن لا نعلمون لهذا الموضوع نناقشه يحضر معي اليوم الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي أستاذ إسماعيل دبش مرحبا بك معنا شكرا على قبولك داودنا أستاذ دبش قبل أن نبدأ في الموضوع يعني خبر بالأمس كان هو تصنيف جامعة شانجهاي لخمسمائة مؤسسة خمسمائة جامعة ومحد لم تكن هناك الجزائر حاضرة الجزائر يعني كانت في أسوأ الحالات تكون في يعني في الترتيب النهائي في ذيل الترتيب هذه المرة ولا جامعة جزائرية من بين خمسمائة محهد وجامعة في العالم كأستاذ جامعة أستاذ دبش كيفاش لقيت الخبر وش رأيك في هذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم أنه يبدو للتقصير من الجامعات الجزائرية ومخاور البحث في حد ذاتهم فيه إنتاج علمي هام جدا على مستوى الابحاث في مختلف التخصصات ولكن لا يشهر أو يقدم في الوقت المناسب خلافا للدول العربية ودول إفريقية وبعض الدول أخرى التي تنتج كم محدود جدا مقارب مع الجزائر ولكن تستغله عالميا وتشهر به وهذا الضعف الجزائر يعني يقدموه على المكاسب العلمية التي حقتها الجزائر في مختلف التخصصات يفترض أن مدير المخبر أو رئيس الجامعة أو الأساتذة الباحثين تقدم للهيئات المعنية وبإلحاح حتى يتم تصنيف الجامعة الجزائرية فيه تقصير كثير من نحن الجزائرين ليس فقط في البحث العلمي فيه كل نحقق مكاسب لكن لا نقدمها للإعلام والإشار في كل المجالات الجانب الآخر كذلك هو الجانب يعني ما فيش أنت أستاذ دبش مكش تقول أن الجامعة الجزائرية حقيقة أنه تراجعت وضعف أداءها وانقص مستوى البحث العلمي لا أنا يبدو لي فيه مبالغة في أن الجامعة من 500 جزائرين تبرز هنا بينما طلعت بعض الجامعات الجزائرين جدا متقدمة عليهم ومذكورة هنا في 500 فأرى أن الجامع الجزائري طيب ما ليش أستاذ دبش هذا السؤال الجانبي والموضوع اليوم هو حول الدبلوماسية الجزائرية والظروف الراهنة قبل ذلك أستاذ دبش بالأمس كان تحذير أمريكي تحذير من واشنطن لرعاياها من الصفر إلى الجزائر بحجة قنة الأعمال الإرهابية أيضا اليوم جريدة النهار نشرت أن إيطاليا أيضا حذرت رعاياها من الصفر الجزائر سؤال أول أستاذ دبش هل هذه هي طبيعة شيء روتيني صورة نمطية من عشرية السوداء ألفتها هذه الدول كل مرة أم أن حقيقة هذه أمريكا وإيطاليا تعلم ما لا نعلم نحن الجزائر وحقيقة ما رأيك أصلا في هذا التحذيرات أستاذ دبش الحقيقة مدام هم يحذرون إذن يعرفون المصدر والتوقيت ولماذا أنا أعرف أن هم الآن يمدون السلاح لسوريا ويسلحون العناصر المسلحة لضرب وحدة واستقال سوريا يسلحون في العراق وأوصلوا العراق لما وصلوا إليه عملوا ما عملوا في مالي إذن يبدو لأن الاستراتيجية المعروفة حول الاستقرار والاستفزازات هي السعيدة بإعاز من هذه الدول وبالتالي لا أستغرب تصريحات مثل هذه الجانب الأخر كذلك أن عملي الضغط لأن كل ما تبرز الجزائر في واجهة دبلوماسية كل ما يريدون إحباط هذه الواجهة سواء في المحافل الدولية أو في المحطات الإقليمية يعني تقول أنه فيه بروز الآن لديبلوماسية الجزائرية نعم واضح موضوع مبادرة الجزائر فيما يتعلق بالاعتداء على غزة وعلى الشعب الفلسطيني في غزة هذه أزعجت كثير من الدول الإقليميين والدوليين لأنها جعلت الجزائر في مقدمة المبادرة العربية والمبادرة الإسلامية وحتى مبادرة الشرعية الدولية كالكل لأنها طرحتها في الجزائر حتى على مستوى منظمة الأمم المتحدة كذلك مؤخرا الجزائر أصبحت في واجهة التأثير الإقليمي مثلا الوساطة في السحل الوساطة في السحل الآن يشوش عليها ويحاول إجهاضها مثلا قبل يومين بدأت انشقاقات داخل شفي شمع المالي حتى يؤثرنا سلبا على اللقاء الذي يحدث بعد أيام في الجزائر نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية كذلك الجزائر التصريحات الأخيرة للمخزن والإعلامية المغربية النتيجة أن الجزائر في وعد دول مستوى نلاحظ أن الجزائر في واجهة دبلوماسية نحن نعود إلى هذه النقطة فقط أن الخارجية الجزائرية تعليقا على هذين الخبرين الخارجية الجزائرية قالت أن هذا أمر روتيني هكذا قالت الخارجية أن الأجراء روتيني احتمدت عليه واشنطن في مثل هذه الأمور في مثل هذه الظروف أستاذ دبش ما هو الأمر المطلوب من الدبلوماسية لما نقول دبلوماسية أنا لاقصة خارجية أو رئيس جمهورية دبلوماسية كل مؤسسات التي تعمل لصالح الخارجية الجزائر أو تعمل لصالح رد صورة الجزائر أو لدفاع صورة الجزائر واشنوه الدور المطلوب في مثل هذه الحالة نتحدث في واشنطن حتى إيطاليا اليوم هو الخبر موجود في جريدة النهار حتى إيطاليا حذرت رعاياها لماذا هذا التشويه أن الدور الجزائري الإقليمي والدولي يزعج الخطط الدولية التي مرتبة في هذه المنطقة أنا يبدو لي أن الجزائر يجب عليها أن تستمر في نفس المنهج الدبلوماسي والحكاة الدبلوماسية التي أدتها في خلال الأربعة أو الخمس سنوات بما فيها عدم تعاملها مع ما يسمى بالربع العربي رفضها لتدخل أجنبي محاولة إبراز البعد الإقليمي سواء كسياسة جزائرية أو كسياسة إقليمية عن طريق الاتحاد الإفريقي أو عن طريق جامعة الدول العربية يبدو لي أن هذه السياسة هي التي سوف تحقق المكاسب وتحسن الجزائر سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا لأن مستوى التحدي هو جد وقوي للجزائر طيب أستاذ دبش أنا ذكرت هذه الأمور ذكرت الاتحاد الإفريقي ذكرت جامعة الدول العربية ذكرت العديد من المبادرات والصحراء الغربية الآن نشوف الدبلوماسية الجزائرية في الأول أستاذ دبش يعني تكون هناك حراك ويكون كاين هناك عمل لكن الآن السؤال وش نستفاده من هذا الحراك الاتحاد الإفريقي تقول الاتحاد الإفريقي هل في رأيك الآن الجزائر هي التي تسير الاتحاد الإفريقي أو هل هي لعندها ضغط كبير على الاتحاد الإفريقي هل هذه الأمور يعني مدروسة مدروسة دبلوماسية لأن الأعمال بخواتمها أستاذ دبش هي مدروسة ليست من طرف الجزائر ولا نقول الجزائر تسير الاتحاد إفريقي أنا ضد الذين يريدون أن يضخموا الجزائر كدولة محورية في المنطقة الجزائر لها حدود جد شاسعة تقريب 8000 كم على الحدود وبالتالي من حقها أن تحصن سياستها الأمنية والديبلوماسية من أجل حماية حدودها إذا كان هذا يريد البعض أن يعطيه دولة إفريقي نحن تكلمنا عن الاتحاد إفريقي الآن جزائر نيجيريا جنوب إفريقيا لهم تنسيق جد وهم في إدارة الملفات الإفريقية الأساسية التي تحقق الأهداف الأساسية للاتحاد إفريقي مثلا موضوع محاربة الإرهاب موضوع الاستقرار موضوع التنمية هذه كلها فيه تنسيق كبير أبوجة الجزائر العاصمة الجزائر وبريتوريا هذا معروف هذا الخط وهذا الخط أصبح يزعج الدول الغربية وإذا تم نجاح هذا الخط سوف يكون جدار حصين في مواجهة التحرشات التي تحدث بإفريقيا وهذه السياسة لا تتبنى الجزائر فقط من معظم الدول الإفريقية الفاعلة وخاصة أستاذ دبش تتكلمتي على أبوجة وبريتوريا الملف الآن ربما الملف الراهن والملف الساحة الإفريقي الساحة الإفريقي اليوم كان كثير من الأطراف وشفنا أنه الخبر كانت تكلمت على أنه فشل المفاوضات حدث انشقاق في المفاوضات بين الجزائر ومالي هذا الأمور هذا هو القصد أستاذ دبش أنه نقود المبادرة ندير المبادرة لكن في الأخير هذا هو المشكلة أستاذ أسماني الاختلاقات الخارجية دائما كل ما يكون هناك مبادرة ناجحة في الساحة الإفريقي وكل ما تجهد تلاحظ في ديسمبر 2012 وصلوا كل الأطراف المتنازعة لاتفاق هنا بالجزائر العاصمة ولكن بعد أسابيع فرنسا تدخلت عسكريا لأن أي تسوية سياسية لا تراها الدول الغربية وخاصة فرنسا تراها بأنها مس بالخطة الأساسية المدروسة في الساحة الإفريقي وفي المنطقة ككل ولهذا هناك لهم عناصر داخل حركة الأزوات في يدهم يسيرونها كما يشاءون يسيرونها حتى لا تسير المفاوضات والحول السياسية وتأخذ المبادرة الإقليمية لدول الميدان سنعود اسمح لي فقط تحتك أستاذ دبش لأن المخرج يقولي نأخذ فاصل مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا نعود بعد هذا الفاصل عودة مجددا مشاهدينا لمن التحق بنا نحن نناقش موضوع دبلوماسية الجزائرية والظروف الرهنة كل ما يحدث في الساحة الدولية بداية بغزة ودورة دبلوماسية الجزائرية إضافة إلى ما يحدث في الساحل كل هذه المواضيع سنرى كيف تتعامل دبلوماسية الجزائرية مع هذه الأمور وستدبش لنأخذ مثال غزة مثلا نأخذ مثال غزة الجزائر كانت أول دولة عربية بدرت بنصرة غزة صراحة قدمت مساعدات مالية قدمت مساعدات إنسانية لكن الآن نشوف أن المبادرة ربما ترأستها أو ركبت الموجة دول أخرى الآن هي رأي تظهر في الصورة محور ربما السعودية المصري السعودية اقترحت مؤتمر هذا اقترحت المانحين لإعمار غزة وربما مصر سيكون في مصر لماذا نظهر في الصورة في الأول لما تكون الظروف صعبة ولا واحد يتكلم تظهر الجزائر لكن في الأخير تجي بعض الدول تستطيع تركب الموجة أول سؤالة هو شقين الشقة الأول هو أن على المستوى الجماهيري والشعبي المبادرة الجزائرية ما زال جد قوية ومسموعة حتى اللحظة وتلاحظ الإعلام العربي والإسلامي خاصة يثمينون دور الجزائري الجد متقدم سواء في المساعدة المالية والإنسانية أو في متقديم مبادرة طرحها على مستوى الجمعية العامة في الجانب الآخر هو الجانب الاستراتيجي أو السياسي يبدو لأن الجزائر طبعا لا تنسجم مع المبادرات الغربية والمبادرة الكيان الصهيوني في التعامل مع اللوظة في الشعب مع القضية الفلسطينية وبالتالي يرون في الجزائر لها مواقف ثابتة ومستمرة بجانب الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يؤثر على الجزائر وتغيير مواقفها ويرون في السعودية ويرون في مصر دول لأن تعرف مصر لها علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل وتعترف بإسرائيل السعودية لها علاقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الولايات المتحدة وبالتالي أصنف مصر وسعودية لهم يمكن أن يكون في الفلك الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية ومع غزة ومشاكل غزة أكثر من الجزائر ويعرفون مواقف الجزائر المسبقة ليس فقط فيما يخص قضية الاعتداء على غزة قضية ضرب الوحدة واستقلال سوريا قضية رفض الجزائر للتدخل العسكري في ليبيا إذن كل هذه رغم قوة المبادرة الجزائرية الجماهرية والشعبية والسياسية فإن هناك تحديات دولية تؤثر وتعيق هذه المبادرة ولا تسمح الجزائر لكن رغم ذلك أن جامعة الدول العربية الآن كلمة الجزائر مسموعة بجد وقوية والآن جزائر في مقدمة المبادرة العربية داخل جامعة الدول العربية في كل اجتماع يحدث خاصة عندما يتعلق بالقضية أن يبدل الجزائر الآن هي لها دور تريد استرجاع هذا الدور التقليدي للجامعة الدول العربية من خلال القضايا الأساسية خاصة قضية شعب القضية الفلسطينية وقضية القضية للوضع في سوريا وغيرها التي نرى أن بدأت المبادرة الجزائرية والمقاربة الجزائرية في الواجهة لأننا نعطي كثير من دول الخارج الآن تريد التعامل بمقاربة تختلف عن مقارباتهم السابقة مع سوريا ويريدون أن يتم ذلك من خلال تعامل مع الجزائر ويريدون أن تكون الجزائر بوساطة أو دولة وتتوسط مع سوريا من أجل التعامل مع سوريا بطرق ومنهج مخالف لما حدث أقبل لأن الدول الخارج الآن عرفت أن ما قاموا به وسلحوا الجماعات المرتزقة في ضرب الوحدة في سوريا سوف تعودوا عليهم في ذاتهم خطر طيب عني شو سيد دبش؟ خلينا بش نتكلموا على الدبلوماسية الجزائر سيد دبش لما نأخذ دايما مثال غزة شفنا أنه على مستوى الداخلي كان عمل كبير كان حجد للإعلاميين كان مساعدات مالية كان الأحزاب السياسية عملت ملتقيات عملت تجمعات كان فيه حص جماهيري وعمل ناجح دبلوماسيا داخليا لكن لما نعرفوا حابين نعرفوا سيد دبش كأليات كيف نعملوا دبلوماسيا خارجيا وشنو هما الأليات اللي ممكن نعملوا بها؟ باستثناء تقول ليش الجامعة العربية سيد دبش باستثناء الجامعة العربية الأليات معروفة المبادرات على مستوى التمثيلية الدبلوماسية المبادرات في التعامل مع مصر يجب أن نعرف الأحزاب المصرية الجزائرية جد متقدمة وإيجابية جدا وبالتالي أنا لا أتصور أن مصر تقوم بطرح مبادرة لتسوية الوضع في فلسطين بدون الجزائر أنا أتصور بأن مصر الآن بتنسيق تام حول كيفية إدارة أو الوضع فيما بعد الاعتداء على غزة لأنه لا يمكن لمصر لوحدها أن تتصرف في إدارة هذه الملف بدون الجزائر لأن الآن مصر معنية معنية سواء فيما يخص القضية الفرنسيين أو ما يخص علاقتها مع ليبيا والآن الإعلام المصري والاستراتيجية المصرية مصنفة الجزائر في واجهة التنسيق معها لأنها ترى في الجزائر قوة أمامية للعمل العربي المشترك خاصة فيما يتعلق بالقضية الفرنسيين يجب أن لا نخضع للإعلام ونقول أن المبادرة أخذتها السعودية ومصر بدون الجزائر وتم إقصال الجزائر هذا ربما عمل إعلامي أكثر منه دعاية أكثر منه واقع لأن الواقع الجزائر موجودة لا أنا أصدق لك أن أقول لك الآن لما تشوف الإعلام العربي تشوف الصورة أنه الآن مصر والسعودية يعني نعطيك الآن لو لا الضغوطات الكبيرة التي لعبتها الجزائر لما حدثت التهدئة في الأيام الأخيرة في غزة لأن هذا ما يعني الجزائر مسموعة إقليميا خاصة في الاتحافة الأفريقية ومسموعة في أمريكا اللاتينية وفي الجمعية العامة الممتحدة وأرى بأن التحرك الجزائري كان له نتاعي جد إيجابية على المستوى الدولي لكن هذا ما ينفيش تدبش أنه في بعض الأمور شوفوا أنه تنقصنا اللمسة الأخيرة الجزائر لا تريد الفرق ما بين الجزائر وهذه الدول أن الجزائر لا تريد أن تحقق مكاسب خاصة بها تريد فقط أن الاعتداء يتوقف على فلسطين أن القضية الفلسطينية يدخل في لا ليس مكاسب لا أستاذ دبش ليس مكاسب لكن مش في الظروف صعبة بين تفسورة وانتلي تدير تفحيات وانت تقدم وانتجي دولة أخرى على الأقل مجيش ليمتطي أنا شخصي نرى الجزائر لابد نعرف أن الجزائر ربع سنوات هي تعيش وتحديات على حدودها على إقليمها على دولها على وضع ووضع دولي جد مستهدف للجزائر والجزائر خرجت من هذه المعزق الذي دفعت ثمنه كثير من الدول العربية بما فيها مصر وحتى يمكن السعودية بعد لا أستبعد ماذا سيحدث في السعودية إذن هذه الإدارة وهذا العمل السياسي الديبلوماسي الفعال يبدو لي أن نسجله بعمل إيجابي على الجزائر لأن مستوى التحدي كان أقوى بكثير إذن لما نرى الجزائر رغم هذا التحدي الإقليمي وحتى يمكن نسمي حتى الحصار الإقليمي على مستوى الحدود مع ليبيا مستوى الحدود مع تولس على مستوى الساحل على مستوى عدة ملفات ورغم ذلك الجزائر خرجت وأصبحت تقدم في مبادرات ناتجة ومنتجة طبعا مستوى التحدي يبقى قائم ومستوى التحذير يبقى قائم لكن أنا شخصيا أرى بأن الدبلوماسي الجزائرية يجب عليها أن تستمر بنفس الطيب طيب اسمح لي أن تستمر سؤال أكاديمي أنت قلت لي أن الجزائر لا تريد أن تظهر في الصورة أو تريد وقف العدوان على غزة هذا راني معك أستاذ دبش لا تريد وقف العدوان على غزة تريد وقف يعني لا تريد الظهور تريد النتيجة لكن أستاذ دبش هل من الدبلوماسية هل من السياسة أنك توجه عملك الدبلوماسية حقيقة أنه تقدم مساعدات إنسانية كل هذه الأمور يعني معروفة بها الجزائر لكن مش عيب أنك توجه عملك الدبلوماسية تقول ما هو الهدف الكل نعطيك حاجة أنت كصحافي وانت نفرض لك تسكن في أفغانستان ولا تسكن في أستراليا وتشوف 22 دولة عربية و 54 دولة إفريقية وش تشوف الجزائر في الصورة حاليا مقارنة مع الدول المحيطة بها أو مقارنة مع الدول الأفريقية وش راح تشوف؟ أنا نشوف هذه الدولة وفقة سياسيا ودبلوماسيا في الخروج من هذا المعزق والحصار والتحدي الكبير بتواجدها في واجهة ملفات جدا متقدمة وهذا مكسب كبير بغض النظر عن ماذا نريد من الجزائر المصر الآن الوضع في غزة يمشي على حدودها الدول الغربية يرون بأن الكم ديفيد والتعامل مع السعودية وغيرها ملفات الآن هو تنسيق مصري سعودي فيما يخص التحولات الأخيرة يرون بأن ما يسمى بالترتيبات الوضع في المنطقة يمكن أن تكون أقرب هذه الدول التي تدسيتها أكثر من الجزائر سنعود لأخبار الصحف وريد أن تعلق لي على بعض الأخبار المهمة جاءت اليوم في الصحف بعد هذا الفصل شاهدين أخذ رأيك في بعض الموضع التي جاءت اليوم في الصحف الوطنية بداية بخبر الذي قالت هو الصحفة الإيطالية فائد الغاز الجزائري المصدر إلى مصر يحول إلى إسرائيل عملية تمت بعقد سري أمضاه سيسي مع نتنياهو رأيك في هذا الخبر السبب أنا منهجي مرضود عليه لأنه أنا لما نبيع الغاز المصر ما نقدشنا رقب مصر وين تبيعه وهذا بيعته خلاص اختصت صلاحية انتعك لما نبيع الغاز إلى أوروبا هل نمنع أوروبا من نبيعه إلى الكيان الإسرائيلي فالآن الجزائر لم تبيع الغاز إلى إسرائيل باعت الغاز إلى مصر أو إلى أوروبا خارج هذا كل دولة تصرف فيها ليس ملك الجزائر لا أقصد الصحافة الإيطالية هي اللي نشرت هذا الخبر ممكن يكون خبر موجه تتعرف أنه الصفقات كثيرة هي الدول الغربية هذه بصفة عامة دائما لما تكون عندها أزمة داخلية تريد الضغوط على الدول الخاصة التي لها راحة مالية تحقق مكاسب تحقق مكاسب من خلال التحذيرات من خلال الضغوطة فعملية الضغوط لأن الجزائر الآن لها مبادرة أخرى متزعمتها هي ودول بريكس وغيرها أن الاقتصاد انتهى ما يبقاش في سلة واحدة ما يبقاش في أوروبا فقط لا بد من تنويعه مع دول بديلة أخرى ومناطق أخرى في التعامل معها مع الصين وغيرها ويشوفوا أن الصفقات الجزائرية أو الصفقات في أفريقيا ككل لا تذهب فقط إلى أوروبا تذهب إلى الدول الأخرى ويرون أنهم لم يحققوا بالحجم الذي كان يحققها سابقا وبالتالي عملية الضغوط على هذه الدول ليس فقط الجزائر على الدول العربية على الدول الأفريقية من أجل لو تقرأ الإعلام الموجهة ضد نيجيريا أو ضد جنوب أفريقيا أو ضد كينيا تجد نفس الشيء أو أنغولا يريدون أن الصفقات في أنغولا أن توجه إلى أوروبا أكثر من ما تتوجه إلى فالدرجة مثلا أن فرنسا لما رأت أن الصفقات في مالي مثلا كانت ذاهبة في اتجاه الدول الأسيوية التي هي اليابان والصين والهند تدخلوا عسكريا قبل سنتين من أجل وقف هذه وحققوا 200 صفقة مع الرئيس الانتقالي إذن عمل الضغوط لأن الأوروبيين لا يقدرون أن يحلوا أزماتهم الداخلية من خلال اقتصادهم الداخلي طيب أستاذ دبش خبر آخر في جريدة الخبر قياديون من عرب وأزواد مستؤون من النعارات الداخلية انشقاقات المعارضة المالية تضع الجزائر في مأزاق أنا أعتقادي مهما كان الخلاف ومهما كان الصراع في جماعة الحركات الموجودة في شمال مالي أنهم لا يمكن أن يستغنوا عن الجزائر وهي الفعل الأساسي في أي تسوية هذا الملف ما حدث في هذه الأيام لأنهم عرفوا أن اللقاء القادم سوف يبدأ التجسير الحوار السياسي والتنسيق مع الحكومة المركزية وكلها الآن مضغة مساومات من أجل كل واحد كيف يجي للجزائر وتكون عنده اليد العليا في إملاء شروطه والبروز كقوة سياسية في التعامل مع الحكومة المركزية ولكن أتصور بعد أسابيع سوف يأتون إلى الجزائر وسوف يتموا الاتفاق لكن التحدي لهذا الاتفاق هو من فرنسا بالذات فرنسا والدول الأوروبية ربما لا ينسجمون مع الجزائر لأن الجزائر ترصر على الحل السياسي والحل الميداني وتبعد كل تدخل أجنبي في المنطقة والدول الغربية يبدو لها أنها تلعب إزدواجية من ناحية تدعم الموقف الجزائري ومن ناحية أخرى تبقى آليات التأثير في الحل السياسي من خلال هذه الحركات خاصة بعض العناصر فيها توظفهم لإجهاض أو عمل الضغط لكن في النهاية يبدو لي أن حركة أنصار الدين والمعتدلين في حركة تحرير الأزواد وغيرها سوف يتوجهون للحوار مع الحكومة المركزية من أجل حل السياسي لأن الحلو الأخرى كلها أجهضت وأثبتت أنها لا تختم الجميع طيب أستاذ دبش أمام كل هذه الملفات يعني تجيبنا سؤال جواب صريح على سؤال اليوم هو دبلوماسية الجزائري ورهانات الحالية رهانات قضايا الرهنة كيفاش ممكن يتعامل دبلوماسية الآن أستاذ دبش أنا يبدو لأن ما المنهج الذي تسير به الجزائري من خلال التعامل الثناعي والإقليمي والدولي في إطار مؤسسات وإطار المصالح العلية للجزائري خاصة في مقدمتها البعد الأمني والمنظور لكن أستاذ دبش دائما تتكلم عن البعد الأمني يعني ممكن يتعاملوا بالتوازل بالأمن يعمل في مجاله والدبلوماسية تعمل تتقول لي أنه فيها مشاكل على الحدود وبعد أمني نعم البعد الأمني يعمل والدبلوماسية تعمل وكل القضايا تعمل يعني أنا يبدو لأن الدبلوماسية الجزائرية حاليا هي فعالة والدليل أن النتائج التي تحدث على مستوى الإقليمي في الاتحاد الفريقي يعطيك مثلا تصور جنوب الفريقي ونيجيريا ودول الاتحاد الفريقي فيما يخص الساحل وفيما يخص الصحرى الغربية هو السائد الآن الاتحاد الفريقي قبل أسابيع قرر بيكون عنده بعتة تمثل الاتحاد الفريقي في الصحراء الغربية نعطيك مثلا نموذج آخر أن المغرب الآن يرفض يريد أن يكون له يد في الساحل لكن تم إبعاده من طرف الدول الفريقية في هذا الملف المغرب كانت له مقاربة في محاولة تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الملف الأفريقي المغرب لم يكن له وجود بل سلال اللي كان موجود هو اللي كان له اليد العليا في إدارة الملف الأفريقي والتعاون والتنسيق مع الدول الأفريقي ولم نسمع بحاجة يسموها المغرب في اللقاء القمة الأفريقي الأمريكي مؤخرا إذن الموجودة المبادرة الجزائرية على المستوى الدبلسي موجودة وتتحرك بفعالية الآن قوة التحدي للجزائر أكثر من المباطنة أكثر نتفق معك لأن قوة التحدي الجزائر ترفض التدخل العسكري ترفض ما يحدث في ليبيا ولكن الشيء الذي يحدث في ليبيا هو نتيجة للتدخلات الغربية وخاصة التدخل الحلف الأطلسي الشيء الذي يحدث مثلاً في ما حدث في غزة لو كان الرأي الجزائري هو السعيد في جامعة الدول العربية لما تم الاعتداء بهذه الشيعة على غزة شكراً شكراً جزيلاً لك على حضورك معنا أنت متفائل شيء مهم التفائل مشاهدينا مجموعة من الأخبار يرصد عبدالنور الحافي فقرات رهم يقولوا أصباح الخير عميق الدور وش رهم يقولوا اليوم؟ إيه والله تعرف شو رهم يقولوا اليوم غير تموت بداك شاش تليفزيون قراجة شوية نحن خاطئنا هم رهم يقولوا رهم يقولوا بن غبريت راهي زعفانة قالت مصادر مطالعة من وزارة التربية الوطنية أن وزيرة التربية نورية بن غبريت تعيش هذه الأيام على أصابها بسبب مسابقة التوظيف والمهزلة التي تسبب فيها بعض الإطارات من خلال التلاعب في النتائج وقال المصدر إن الوزيرة لا تتحمل أي تعليق أو حديث معها وتأمر بتطبيق التعليمات فقط متواعدة بالحساب والعقاب وأشار أن الوزيرة الزعفانة بسبب حسن نيتها في بعض إطاراتها الذين لم يلتزموا بروح مسؤولية نحن خاطئنا هم رهم يقولوا رهم يقولوا شتان بين الملك والشعب أعرب الفنان المغرب عزيز سحماوي الذي شارك في آخر سهرة للطبعة السابعة للمهرجان الدولي لموسيقى الدواني بالجزائر عن حبه الشديد للجزائر والجزائريين الذي بلغ به حد طلب الجنسية الجزائرية يحدث هذا في وقت تتكالب فيه السلطة المغربية على الجزائر وتكيل لها تهم لا منطقية إطلاقا أشتان بين الملك والشعب نحن خاطئنا هم رهم يقولوا رهم يقولوا قرباجي حاجوي فك وحده قامت الرابط الوطني المحترف الأولى بتقديم موعد المباريات والبرنامج المسطر بساعة واحدة بعدما كان مبرمجا إجراء مقابلتي الافتتاح على الساعة الثامنة ليلا يتم تحويل التوقيت إلى الساعة السابعة وجاء هذا بعد أيام قليلة فقط من تصريح رئيس الرابط الوطني المحترف الأولى والذي أكد من خلاله أن الاحتراف في الجزائر يسير على وطيرة جدية وهو يضاهي بعض الرابط الأوروبية غير أن حالة الفوضى في البرمجة والتقديم والتأخير في مواعد المباريات تبين ذلك نحن خطينا هومار ميقولو هومار ميقولو المهم الهدم يلاحظ المار عبر بلدية باب الوادي في العاصمة أن أغلب البنايات الهشة التي تضررت بفعل الزلزال الأخير والتي رحل سكانها إلى سكانات لائقة تم هدمها بالجرافات إلى هنا الأمر العادي لكن الغير عادي أن تجد نفورات المياه المبعثة من تحت حطام البيوت وهذا يطرح تساؤلات عن الطريق المنتهج في هدم البيوت خاصة أن العاصمة على موعد مع عمليات هدم كبيرة وواسعة بسبب هشاشة أغلب السكنات هل ستتم العمليات بعد دراسة؟ أم أن الأمر لا يهم؟ والمهم الهدم فقط نحن خطينا هومار ميقولو راه ميقولو فين القبلة يا مولانا؟ نقل أحد المواقع الإخبارية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سأل الشخص المسؤول عن فتح باب الكعبة لحظة دخوله فين القبلة يا مولانا عشان نصلي الأمر الذي أثار استغراب المسؤول عن باب الكعبة الذي أعلم السيسي بأنه يجوز الصلاة في أي مكان نحن خطينا هومار ميقولو مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم قهوة وجرنان ذكركم دائما بصفحتنا على الفيسبوك هذه صفحتنا وقناعة منا إن شاء الله أنه اليوم يكون أفضل من الأمس وبتضافر جهود المسؤولين